موسيقى نتواصل معكم مشاهدينا وأيضا ضيفي اليوم هو ضيف متميز يعني أنا أمامي العدد من البوزيشنز العلمية اللي عندي ما شاء الله هو الدكتور المهندس الشيخ طبعا وائل جمال أبو بقر العبادي باكالوريس هندسة كهربائية من أمريكا وماجستير أيضا إدارة الأعمال من أمريكا ودكتوراء إدارة الأعمال من جامعة عمان العربية عقيد أيضا هو متقاعد في وزارة الدفاع وأيضا مديرية المشتريات الدفاعية مدير إداري في مدينة خادم الحرمين في الزرقاء مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وأيضا محاضر غير متفرق في العديد من الجامعات يعني أمامي ما شاء الله يمكن أنا بدي أخلص لقائي وأنا عمالي بقرأ فيها فاسمحوا لأردد من الترحيب بضيفي الكريم الدكتور وائل أبو البقر العبادي وهو أستاذ في إدارة الأعمال من جامعة البلقاء التطبيقية وجامعة العلوم الإسلامية ومحاضر غير متفرق في عدد من الجامعات أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا فيك والله يعطيك العافية الله عافية وكتير بكون مبسوطة هيك لما يكون ضيفي يعني وراه كتير من الخبرات الطويلة وأيضا الشهادات العلمية الكتير كبيرة فهذا بعطي ثقة للمشاهدين والمعلومات التي تعطى هي معلومات من شخص متميز فأهلا وسهلا فيك بارك الله أهلا وسهلا دكتور وائل يعني أنا بدي أتحدث في مجال تخصصك وهو أستاذ في إدارة الأعمال وأستغل وجودك للحديث عن المؤسسات المستقلة هالصغيرة هاي المنتشرة عندنا في الأردن وكتير اسمعنا أنه فيه دمج لهالمؤسسات حتى نخلص من هالتشعب في مؤسساتنا لكن يبدو أنها مواطنة دكتور وائل ويبدو أنها أثرت على الموازنة ويبدو أنها شكلت أيضا عبئ على جوب المواطن الأردني فشو وضح أو شو رأيك أيضا في وضح المؤسسات لصغيرها المستقلة هاي المرات أنا بحس هلائلها لا طعم ولا لون يعني بسم الله الرحمن الرحيم أولا يشرفني أن أكون في هذا البيت بيت الأردنيين أهلا وسهلا وقائدنا الكبير جلال الأعلى هو صاحب الفكر الثاقب على مستوى المحلي والوطني والأقليمي حقيقة نقطة جوهرية أثرتها أختي الكريمة اللي هي العبئ إحنا الآن نتكلم نحن نمر في وضع اقتصادي لن نضع السياسة جانبا الوضع الاقتصادي بشكل عام العالمي جلوبل في مشاكل هلأ إحنا جزء من هذا طبعا طبعا عندنا عوامل خارجية وعننا عوامل الداخلية فلنبدأ بالبيت الداخلي كما عودونا آل هاشم الكرام هم رجال الاقتصاد الأوائل في هذا البلد هلأ حقيقة معلومة بسيطة يعني يوجد عندنا في المملكة الأردنية الهاشمية ما يقارب 63 مؤسسة جميلة 63 يا نشاء الله الجهود المشكورة الرئيس الوزراء الحالي والسابق عملوا على تشكيل لجان خاصة لإعادة تقييم حقيقة إعادة التقييم إذا نحن نحكي عنها عدة خيارات الخيار الأول اللي هو الدمج الخيار الثاني إعادة الهيكلة حسب التعديلات الأخيرة وحسب معلومة تم تقليصها لغاية 43 مؤسسة مستقلة من 63 إلى 43 يعني نحن نحكي عن 20 مؤسسة اختصرة نعم ونحكي بعضها دمج هلأ حقيقة البلد الأردني المملكة الأردنية الهاشمية كبيرة برجالها ولكن هذا الرقم لما نحكي 43 مؤسسة مستقلة أنا برأيي الشخصي المتواضع الاجتماعي الأكاديمي كم هائل مثال هلأ عندنا بالأردن مؤسسة تسجيع الاستثمار عندنا مؤسسة استثمار المؤسسة الوطنية عندنا مؤسسة كذا كذا وعندنا رجال علم ومعرفة وأكاديميين وباحثين ورجال اقتصاد والعمال لماذا لا يتم التوحيد التوحيد حتى لو اضطريت أنا إلى إلغاء بعض المؤسسات حقيقة هذه المؤسسات يتقاضى العاملين فيها بغض النظر عن كفاءاتهم رواتب عالية وعالية جدا وامتيازات عالية وعالية جدا عدى عن عدد الموظفين يعني نعم مقارة مع زملائهم في القطاع الحكومي العام نعم فالعدل هنا نعني عندنا ملاحظة كوتيشين 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 إذن لماذا مثال هل مؤسس تسجيع الاستثمار لماذا لا يتم دمجها في مؤسسة واحدة أنا الآن رأسا مجرد ما اتخذت هذا القرار أنا ألغيت خمس مجالس إدارة صحيح أو مدير عام شوف أنت كمان راتب المدير العام في أي مؤسسة مستقلة وصغيرة أكم راتبه عالي يعني إذا بدنا نوزعه منوزعه على خمس ست موظفين مرات على الأقل على الأقل أنا أحكي نعم فإحنا المطلوب حقيقة دراسة فنية للهياكل التنظيمية لهذه المؤسسات نعطي كل ذي حق حق هلأ أي بلد بالعالم تسعى إلى تشجيع الاستثمار موارد بشرية تدفقات مالية للسوق المحلي عمالة حجة بطالة ولكن يجب أن نضع النقاط على الحروف طبعا فأنا حقيقة إلي بعض العتب على رؤساء الوزارات السابقية على بعض رجال الأعماء وزراء الاقتصاد المعنيين في هذا المجال وحتى الأكاديمية لماذا لا نجلس؟ هل نتوقع من سيد البلاد أن يقرع الجرس في كل بيت؟ في كل مؤسسة؟ صحيح إحنا مشكلتنا يعني أنا أبدأ أحكيها فوق التعاون التعاون والعمل بروح الفريق وروح الجماعة يعني إحنا القرار لازم يتاخذ من مجموعة من الأشخاص المتخصصين والمؤسسات المتخصصة حتى نخرج بقرار هذا القرار يكون متاخذ على أساس خبرة طويلة يعني ما جاء من عبت وتقلب الوزارات هاي ما إحنا لسه يعني تدوير الوزارات هاي مشكلة تدويرها حتى يعني ذكرت نقطة جميلة أختي الكريمة اللي هي فرق العمل وروح العمل هاي بالناحية الأكاديمية إحنا يعني بحسب قبرتهم متواضع صحيح استراتيجية المنظمة يعني نتطرق إلى هذا الموضوع بدارة الجودة الشاملة نتطرق إلى هذا الموضوع لابد من عمل الفريق الواحد يعني سيدنا في الخطاب العام الماضي في البيت الأردنيين أنا كان إلي شرف كمواطن أردني حضرت هذه المناسبة الطيبة يعني أكتبس من حديث سيدة البلاد أنه ما دام المسؤول في مكان المسؤولية وحرفيا عالي العال مجرد أنا ما تركت العمل والله خربانه هذا كلام سيدنا اللي هو القائد الإداري الأول في هذا البلد صحيح من المدرة ورأس الهرب عم ياخد رأس الهرب عم ياخد رأس الهرب عالي بتقاضى عن مينموم إحنا بنحكي خمس ست موظفين فالدمج هو الأفضل طيب هذا مدخل لحوارنا وأبدأ الآن بأيضا أنا بدي أحكيها مش مشكلة لأنه مشكلة إذا كانت لا تعامل بطريقة إيجابية وصحيحة ما هي المشاريع الصغيرة عندنا في الأردن بلشت تنتشر إحنا عم نسمع عن مؤسسات عم تمنح قروض لمشاريع صغيرة لكن يبدو أنه في بعض من التغرار الإخدام أو الآلية في إدارة هذه المشاريع المشاريع الصغيرة إحنا أولا خلينا نعرف للمشاهدين ما هي المشاريع الصغيرة ماذا يقصد فيها لأنه إحنا بنسمع مشاريع متوسطة ومشاريع صغيرة حقيقة المشاريع الصغيرة هي جزء من المشاريع بشكل عام عندما نتكلم عن مشروع صغير عادة إحنا نتكلم من أربعة إلى خمس عامل أو موظفين سواء كان فني أكاديمي إنتاجي في أي قطاع من القطاعات زراعية صناعية الشق الثاني اللي هو إحنا نسميه المشاريع المتوسطة حسب التعاريف العلمية والأكاديمية هي المشاريع التي يكون عدد العامل من 1 إلى 49 موظف أو عامل هاي المتوسطة نعم هاي المتوسطة هل رأس المال لنفرض من خمسين ألف هل الشق الثالث اللي هو المؤسسات الكبيرة التعاريف تختلف مثلا مشروع صغير في الولايات المتحدة الأمريكية ربما يكون فيه عدد العاملين وهذا ستاندرد من 51 عندنا حسب معلومات الوصيدة حسب الوضع اللي عندنا عندنا فقر وبطالة حسب الوضع الصغير سواء انتاجي بمعنى من 1 إلى 5 هو يغطي قوة عابلة نعم يغطي رأس مال ولكن أنا أود أن أشير إلى الرقابة الإدارية الرقابة الإدارية إذا ما تموا راقبتها وديمومتها الآن انت كيف بتشوف ثقافة الشارع الأردني إحنا منعاني من فقر ومن بطالة ولسه عم نحط رجل على ومنستنى الوظيفة الحكومية حتى إنها تيجينا ماشي الحكومة يعني فيه منها أشياء ما بتقدمها للمواطن ما بتحل مرات أحيانا مشكلة فقر وبطالة بتحاول كتير لكن يبدو إحنا منلف ومندور لكن برضو المواطن الأردني كيف ترى ثقافة الشارع الأردني في أنه يكون في عندهم حب لعمل مشروع هيك صغير يعني إحنا مرة من المرات استضفنا سيدة اخدت قارض صغير واشترت ثلاث رسالة ما واربعة يعني وبلشت شوي شوي من إنتاج الحليب تعمل الجبنة واللبنة والحليب وتبيعه فصار يعني وضحها ما شاء الله وبالعك صارت تشغل ناس يعني عندها هل فعلا المواطن الأردني وشارع الأردني وصل لمستوى من الثقافة والوعي الاقتصادي بأنه يدير مشاريع صغيرة نعم هلأ حقيقة إحنا دعونا نركز على البيت الداخلي هلأ لا شك زي ما تفضلتي أنه عندنا ومكتنعين كنا بهاي المشكلة هلأ عندنا موضوع ثقافة الآيب هلأ هل المفروض أنه أنا لما أحصل على باكالوريس زي ما تفضلتي هل المفروض أنه أنا أنتقل إلى العمل المكتبي هل كل مواطن أردني بدي يكون عبع على الموازنة والوظائف الحمولية هلأ هذا السؤال أنا بسأله لنفسي كمواطن بس برضو المواطن المفروض في حلقات تواصل اجتماعي مع الجهات المانحة زي ما تفضلتين مع الجهات الرقابية المانية ما شاء الله هاي بالجرائد بالتلفزيون مزارة التخطيط صحيح غرفة صناعة عمان غرفة تجارة عمان نحن نريد مبدئيا ندوات حوارية ثقافية أولا ثانيا كوني أكاديمي خبرتي بعضها أكاديمي حقيقة اللي أنا عتب على الجامعات إنه منحك المناعج الجامعات لا تنتج فقط باكالوريس وماجستير ودكتورات هلأ المفروض تنتج فكر ثقافي صح هلأ البديل هلأ أنا أحصل على مؤهل علمي معين إلي هدف معين الحصول على وظيفة الحصول على مصدر خاص الآن أثبتت الدراسات العلمية والعالمية بأن الأعمال الصغيرة هي سر نجاح الدول صحيح هذا لا أغبار عليه صحيح هلأ موضوعنا اللي تفضلت فيه اللي هي الثقافة نعم ثقافة المواطن ثقافة العين هلأ عنا إحنا بالإدارة اللي هي الإدارة بالقدمة نعم هلأ زي ما تفضلت سوت كريمة ارتأت إنها تقيم مشروع صغير والله حتى أنا يوميتها بحكي يعني فكرة كتير حلوة الإنسان يبدأ من إشي كتير صغير نعم صلاح الارتماد على الذات وبعدين الحلو أنه يعني كانت تعاني من الفقر أصبحت الآن هي سيدة بتوظف سيدات عندها نعم حلت مشكلتها نعم فيبدو أنه واضح بأنه لسه بدنا هذا الوعي الوعي والثقافة عند المواطن بأنه أنا فعلا بدي أدير مشروع صغير بس دكتور أنت جبت سيرة الجامعات والمناهج والفكر في الجامعات وإنتاجه يعني على سبيل المثال الجامعة الأردنية بلشت في أنه الطالب هو على مقاعد الدراسة يعمل مشروع صغير نعم إحنا بحاجة فعلا مش المهم أنه ناخد قرد صغير من أي مؤسس ونبلش في مشروع صغير نعم بدنا قبل هيك نأسس المواطن على إدارة هاي المشاريع نعم حتى أنها ما تفشل وتتعثر نعم هلا فضلت حديثك يقودنا إلى موضوع الرقابة الإدارية نعم يعني أنا أعطيتني قرد سواء مؤسسة مانحة محلية وطن بالصد بالصد هذا القرد رأسمان أنا بحاجة له خده الله معاك يعني حاجة له لأي مشروع صغير نعم ولكن أنا بحاجة إلى رقابة صحيح إدارية هل الرقابة الإدارية هي سر نجاح المشروع هل مشروع مشكلة الأعمال الصغيرة بشكل عام نعم معدلات الفشل أنا هذا كان جزء من رسالتي معدلات الفشل في المشاريع الصغيرة نعم سببها الجوهري إلا هو الرقابة الإدارية ما في متابعة ورقابة لا 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 هناك جزء بسيط من المتابعة والذي ما تفضلت سواء من الجهات الرقابية أو الجهات المانحة نعم هلنا احنا حكينا المشروع الصغير مصدر دخل يعني الوظيفة ويكون أفضل من الوظيفة طبعا طبعا يمكن الشهادة يحطها في زيبت ويشتغل نعم ويستمر هذا المشروع ويصير من المشاريع الكبرى هلنا احنا نحكي الشهادة علم وسلاح صحيح أكيد ويس بس في عندنا مثل باللغة العامية ما بيحرث البلاد إلا أهلها كان يحكو هلنا الأعمال الصغيرة حقيقة زي ما تفضلتي خطط بعض الجامعات زي الجامعة الأردنية في هذا المسار هلنا المفرحنا إنه عتب إنه عتب على رجال الأعمال إنه عتب على الجانب الأكاديمي طيب هو العتب هذا أنا بدي أحوله لسؤال تاني اللي حتب بمحبة هذا الآن من يعني من خلال خبرتك من هي الجهات المسؤولة المتكاتفة مع بعض حتى فعلا نعمل مشاريع صغيرة ندعمها نتابعها ديمومة لها هذا أهم شيء وبالتالي إنها تحل مشكلة الفقر والبطالة القطاع الخاص الجامعة المناهج المؤسسات المؤسسات المستقلة اللي كنا نحكي عنها شوي هلنا طبعا الجانب الأهم زي ما تفضلتي احنا نحكي عن تعاون تعاون وتكامل هلنا اقتصادي المشاريع الصغيرة هي جزء من الاقتصاد أنا برأي الشخص المتواضع وزارة التخطيب وزارة التخطيب والتعاون الدولي وهناك زملاء فاء ولكن نحن نريد فعل وقول نعم كفانة نقاشات حوارية كفانة وضع النقاط على الحروف يعني 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 عندنا في الأردن 12 محافظة هل يعقل أنا منحة أوروبية 40 مليون دولار لا نفرض يعني هل يعقل أنا أخصصها لمحافظة عمى أنا أخصصها لمحافظة الجنوب إذن خلينا نبلش بالتساوي سيد البلاد بدأ النقطة هاي من خلال تنمية تنمية المحافظات تنمية المجالس البلدية في المحافظات صحيح هل أنا عندي نسبة عندي مبلغ معين 200 مليون دينار تقسموا الكعكة الكيكة لازم تتقسم ولكن طيب هل تشوفي مجال زي ما تفضلتي على التعاون الكامل التعاون أوكي ليش المجالس البلدية في المحافظات مثلا أنت محافظة البلقاء الشماء وأفتكر فيها بالصل مثلا مجالس البلدية هل المجالس البلدية تخصص لها مبلغ معين من الموازنة 5 ملايين 10 ملايين تنمية المسمة تنمية المجتمع المحلي في محافظة البلقاء يعني هو هلأ لسا عمالهم بيحكوا الشباب اقتراحات متابعين اللقاء فبيحكوا لي في القلاري أنه ليش ما البلديات فعلا هي اللي تستلم آه طبعا دعم هاي المشاريع وخاصة أنه في موازنة عم تيجي لبلدية يخاص الجزء من هاي الموازنة لدعم المشاريع الصغيرة لأبناء المحافظة نقطة جوهرية أخت الكريمة هلأ أنا كمان ليش ما أروح على سيرتن سيرتن إشي محدد معين في هذه المشاريع للشباب فرسان التغيير صحي هم فرسان التغيير ليش أنا أعمل عطاء نعم أو أنزل عطاء لرجال الأعمال صحي بزنس هل الكبار من إياهم يظلوا كبار إن شاء الله يظلوا كبار لأننا نعيش ببالهم بس ما يصغروا لصغار بس نحن نحكي عن فرسان التغيير صحي يعني نقاط جوهرية دي تغيير يعني بالأردن في عنا شباب مبدع متميز نعم أفكارهم بحاجة يعني لست قمنا شوية عم نحكي أنه في ابتكارة بحاجة لدعم بحاجة لموازنة فيبدو أنه البلدية يجب أن تلعب دور أكبر في قضية التنمية وجلالتي سيدنا ركز على هذا الموضوع دور البلديات في التنمية وهناك أكتر كريمة يمكن دقيقة ضرمان أو أقل رح أتركها لحضرتك تفضل هل هناك أمثلة كبيرة زي ما تفضلتي بالنسبة للتحصيل العلم نعم هل التحصيل العلميش سلاح ولكن هناك أمثلة بالأردن نحن نفتخر بالأردن نعم نحن نفترك سواء بالأردن أو بالدور القليل هناك من يحمل شهادة الدكتورة ويقيم زي ما تفضلتي مشروع صغير صحيح فخلينا نشيل ثقافة العلم خلينا ننهض خلينا نتكامل خلينا نكون يد واحد هي مشاريع صغيرة ما بتصغر الواحد بتكبره لا بالعكس هي مصدر ثروة مركز ومصدر للثروة وعادة البناء يبدأ من البيت الداخلي صحيح صحيح نحن بدنا مرات مرة واحدة لكن الدائرة بتبدأ من نقطة صغيرة وبتكمل دائرة من بدت من خطوة واحدة أنا بدي أشكرك الدكتور وائل أبو البقر العبادي وحضرتك أستاذ إدارة الأعمال في جامعة البلقاء التطبيقية وجامعة العلوم الإسلامية وأيضا محاضر غير متفرغ في أكثر من جامعة كل الشكر إليك وإلى الله يعطيك لعك دارك الله فيك وأشكرك على هذا اللقاء وأشكر سيدنا سيد البلاد وبلادنا ربيع دائم شكرا جزيلا أهلا وسهلا جزيلا